الشرطة الفرنسية تمكنت من اعتقال الشخص الذي اقتحم مقر صحيفة الليبيراسيون الفرنسية الاثنين الماضي في باريس حيث أطلق النار على مصور وأصابه بجروح خطيرة ويتعلق الأمر بعبد الحكيم ديكار الذي اعتقل بالقرب من ضاحية بوا كولومب الفرنسية وقد شهدت عناصر الشرطة تتجمع غربية باريس وألقت القبض على الشخص المطلوب شكرا